أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن العراق تجاوز كل التحديات الأمنية والاقتصادية التي واجهها مبينا أن التقييمات الدولية لأداء حكومته تؤكد ذلك العبادي وخلال مؤتمر تيدكس بغداد المنعقد في العاصمة قال إن العراق حافظ على وحدته بالرغب من المصاعب الاقتصادية والأمنية التي واجهته خلال الأعوام القليلة الماضية كاشفا عن وجود جماعات لم يسمها تحاول الاحتيال عليه بحجة المذهب